لكل اللي بيسمعني الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط تخيل الهدف ليه ونهار احنا عادين عليه هو الحفاظ على الدولة المصرية ومنعها من السقوط هاي دي الحكاية طب مين يعمل معايا الموضوع ده اللي يقدر يعمل معايا الموضوع ده يا دكتور مصطفى ايه انا معايا اذا كنا بنحب بلدنا فخلينا الجيش يساهم بجزء من قدراته في الموضوع عشان يساعدنا في اعتبار ان دي مهمة امن قومي الحفاظ على الدولة والحفاظ على استقرارها ده مهمة مستقرة للجيش ثم النهاردة بقى فيه مهمة اخرى للجيش موجودة معاه وارجو ان ده يتم الدوء عليها اعلاميا هي الحفاظ على المصار الدستوري المصار الدستوري والحفاظ على مدنية الدولة وديموقراطيتها ومنع سقطها في حد تاني ما عليش انا ما بعدتش كتير بس انا بقولي الكلام دوت لان القوات المسلحة بعد دلوقتي مسؤولة بتبقى لنص الدستور في الحفاظ على الدولة المدنية في مصر يمكن كتير من الناس ما تاخدش بالها من الحكاية ديت النص ده كان نص الحقيقة بسجل تقدير للدكتور عالي على ان اتحط للحفاظ على ان ده احنا بقى موجودين مش موجودين بقى مسؤولية القوات المسلحة نتحافظ على ان الدولة دي لا تسقط مرة تانية اشتركوا في القناة